ايه رأيك في الكلام اللي بيتقال انه إمام عشور ممكن يرجع نادي الزمالك تحبي إمام عشور يرجع نادي الزمالك في الوقت ده؟ أحب جدا أحب جدا أمان بص كوالتي مختلف عن كل الكوالة اللي موجودة عندك يعني تخيل مثلا انت لو نادي الزمالك عنده دفندر ستة قوي جدا وقدامه اتنين إمام عشور وصيف جعفل واحد لعاب كرة قوي أو الاتنين لعابة كرة قوي والي اتنين بيعرفوا يشوتوا اللي اتنين بيعرفوا واحد على واحد يشتغلوا اللي اتنين عندهم قوة بدنية كويسة يقدروا يشتغلوا بيها وكمان لما يبقى معاك مدرب بيشتغل على حتة البدنية كويس قوي ووقف صف على رجله ووقف امامه على رجله ويحط دفندر ستة وراهم ما عندوش شغلانة غير ان هو يلم من ورا الناس دي كلها مع خط هجوم زيزو مع نضاي مع قدامهم بالصف او ناصر ما شاب عندك مشكلة لان انت قريدي عندك كل الحلول تقدر تشتغل بيها في الملع امام لعيد مهم جدا بس انا بقولك امام مش راجع يعني امام مش راجع انا لما نيجي نحسابها كده حزبة امام لسه بقاله تلات شهور ماشي ما تفوح فيه تلاتة مليون دولار طب التلاتة مليون دولار دول النادي لما يجي يسيبه هيسيبه بايه على الاقل بيهم صح على الاقل بيهم لو مش اكتر انا جايبه بتلاتة مليون دولار عشان استثمي فيه ماشي بس اخد فلوسي طب هل دلوقتي ناتزة مالك يقدر يدفع تلاتة مليون دولار الله يعلم صعب في الظروف المادية اللي انت فيها دلوقتي صعب مش هندحك على بعض ناتزة مالك بيمر بظروف وإقافات مش عارف حساباته وحاجات كده لغبطة ده الزة مالك ممكن من ضمن الاسباب الرأسية اللي تخليه ان يسافر السوبر ان في مقابل مادي كويس هياخده في الماتش فانت قريد هتستفاد ماديا بغض النظر بقى عن ان انت عندك مشكلة في ان ده هيلعب ولا ده مش هيلعب ولا الكلام ده لا فانت عندك مشاكل مادية هل هتعرف هل هيبقى في حل مادي تعرف تجيب بيه امام يا ريت جدا 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 وأبصم بالعشرة امام العيد كبير طبعا شكرا جدا عزيز ترجمة نانسي قنقا